هذا يفائد الطبيق أول هذا خيار فقط الخيار الثاني هو سكرين شورت أو سكرين شورت لإلتقاط صورة للهاتف ولوك سكرين وإقفال الشاشة في حال كان زر قفل الشاشة يعني فيه مشكل والزر الباور يعني زر إعادة تشغيل أو إيقاف تشغيل إذا كان هناك مشكل فيه أيضا زر التشغيل أو معطل والزر الهوم والزر الباك لعودة إلى الخلف في حال كنت في تطبيق أو مكان ما وتريد العودة إلى الخلف كما تضع ميزات رائعة يقدمها لك هذا التطبيق فلا تفوت التطبيق الثاني وهو تطبيق فيو أو فو أو لا أعرف كيف أنطقه هو تطبيق لتصوير فيديو بشكل احترافي فيديو خرافي عندما أقول خرافي أعني ذلك بكل يعني بهذه الكلمة بمعنى لأن لاحظ معي الفيلترات التي قدمها تطبيق لاحظ معي الزوايا أو طريق تصوير مثل الأفلام لاحظوا هذه طريق تصوير مثل الأفلام كما قلت هذا التطبيق فيه أنماط كثيرة للتصوير أنماط تصوير أفلام لاحظ معي كيف يظهر شكل الفيديو أصلا يعني شيء يشبه الفيلم بطبيعة الحال ولا تزال هناك خصائص أظهر لكم تضطل إشارة زائد يعني جعل الفيديو طويل لدينا أيضا في هذا الخيار الفيديوهات لم توجده في هاتفي إذا كنت أريد التعديل عليها بهذا التطبيق وهنا تقوم بتحميل الفيلترات أو ولم تجدها حتى في الكمبيوتر لاحظوا مثلا هذا الستايل لاحظوا أيضا لاحظوا أيضا يعني كما قلت فالتطبيق راهيب جدا لاحظ معي لاحظوا الاختلاف عندما تقوم بإضافة الستايل وتقوم بتغييره والذين العديد من الستايلات التي يمكنك تحميلها ولاحظوا معي مثلا هذا الستايل فهذا الستايل الكاميرات الاحترافية فكيف ستجده إذا من خلال هذا التطبيق يمكنك عمله ويمكنك تصوير مباشرة من خلال زر التصوير وتقوم بالتقاط فيديو عن أي شيء وهكذا تقوم بتصوير في الميك الخاص آخر التطبيق هو التطبيق انترنت وهو تطبيق سامسونج براوزر يعني الخاص بسامسونج المتوجد على أجهزة الجالاكسي ولكن هو موجود على أجهزة الأنطر هذا التطبيق الآن إذا نصبته الآن فحذف جميع المتصفحات المتوجدات فيك هذا هو تطبيق عندما أعرضه لك الآن فهو الأفضل بلا منازع نعم إذا نبدأ بأول مميزة تطبيقه وهو بطبيق الحال إضافات لدينا إضافة مثلا يعني قراءة والعديد من الإضافات التي يمكنك إضافتها في المتصفح مثل الكمبيوتر وأجمل ما في المتصفح هو السرعة السرعة هي أهم شيء في المتصفح وهذا المتصفح يعطيك تجربة راهبة في السرعة إذن ماذا تنتظر؟ عندما تقوم إذا من دخل إلى اليوتيوب تقوم إذا ترك cancel فقط لكي تدخل إلى اليوتيوب من خلال هذا المتصفح ثم جرب معي أي فيديو وستلاحظ الفرق الذي ستشاهدونه الآن معي في الفيديو وستدركون أن هذا التطبيق أو هذا المتصفح هو الأول حاليا بالنسبة لي وبنسبة لتجربتي هذا ما أراه إذا نجرب مثلا هذا الفيديو الآن سننتظر حتى يبدأ دقيقة لاحظوا معي بدأ الفيديو لاحظوا معي الخط الأبيض أمام شريط البدء فشريط طويل أبيض هذا يدل عنه أن الفيديو سريع ولن يتقطع أبداً وبجودة عالية وأنا الانترنت لدي ضعيفة إذن لاحظ معي فالتطبيق خرافي وأتمنى أن يعجبكم فأتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نلعجبكم إذا أعجبكم الفيديو لا تبقوا عليكم بالصر لك الفيديو والاشتراك على القناة في أمان الله المترجم للقناة المترجم للقناة شكرا